طيب انت لو جوزجه.. انا اللي فهمته منك انك مش حابب جوزجه وميزي كامل انا فاهم صح والله غلط اه مش عايزه كامل مش شايفه انه هو ممكن يضيف لنات زمالك حتى لو هقولك الكلام ده وهتقول ترى يا سيد قال والتاريخ احفظ اليوم ده في دماغك اهو وهتيجي في يوم تقول لي انت قلت او انت كنت غلط لو جبت له لعبة كويسة مش هينجح مع الزمالك قلت لسه هسألك السؤال ده اهو حتى لو عملت دعمات كويس الرؤية كريم اهو انا كنت اقدر اتكلم على رؤية جوزجه وميزي اه اه ميستر جوزجه جيزفالدوفريرا اهو انا كنت اقدر اتكلم على او حد يقدر على الرغم منه هقولك على حاجة كولر مثلا على سبيل المثال مدير فن النادي الاهلي مدير فني بيعرف يعمل تغييره يحول شكل الجيل بس عنده مشاكل في معاملته مع اللعيبة ازاي عنده مشاكل كبيرة جدا كولر عمل مشاكل مع كهربا عمل مشاكل مع احمد توفيق عمل مشاكل مع احمد أكرم توفيق عمل مشاكل مع طهر محمد طهر عمل مشاكل مع بيرس تاور عمل مشاكل ولا بيفرد الالتزاء بيفرد الالتزام على اللعبين مش الالتزاء بس انا برضه هادرد عليك باخده الطرف الثانية بحاول دايما انه تقريبا اشرق كل اللعبين اللي يتقال عليه ان هو عمل معهم مشاكل هو بس كان عايزهم يبقى اكثر التزاما يعني بس هقولك على حاجة انت مش تحب المدرب ده اللي هو باشاقه المدرب اللي بيفرض الانتزام على اللاعبين كرول مرة طلع لعيب عشان يتأخر على الفطر دقيقة من الجيم حلو، هل ده بقى يحسب انه يحسب له عشر على عشر لا يحسب انه كده بيعمل مشاكل مع اللاعب لا، في فرق بين ان انا اكون مقتنع بان انا بطبق نظام وفي فرق بين ان انا قريدي ممكن اكون مش مقتنع باللعيب ده لفترة ولما ينزل الملعب ببقى كويس خلاص انا مقتنع بيه ما اعمل كده ايه؟ امش عمل كده مع اللاعب اعمل كده مع عحمد عبداللهد ده قال مجلس الادارة مش عايز اكرم توفيق واكرم توفيق دلوقتي اساسي عنده بس ده كلام انه كل اعلاميا ولكن هو في الاول الاخر اكرم توفيق مكمل وبقى اساسي وحتى لو قال مش عايز بس اتبالك مفيش دخان من غير نار وانت عارف كده انت راجل اعلامي كبير وراجل انا اقول لكابتن طارق انت مدرب ممكن في فترة من الفترات ما يعجبكش مثلا كريم ولعبه فتقوله والله لا كريم شكله مش هيكمل معي فكريم يحاول يثبت لك كمدرب انه لا انا ممكن ابقى كويس اولا لو بيعملها بالشكل انت بتقوله ده اه عشر عشر عارف ليه انا بدافع عن الجزائي دي تحديدا عشان مارس الكرة باستثناء فقط فقط في الكام سنة او التلاثين دول اعمل اشرب بس لكن برا حساباته باقي اللاعبه كلها تلعب من حساباته ورجع تلعب من حساباته ورجع تلعب من حساباته ورجع تاني على مودست انت كمدرب دلوقتي شايف انه اللاعيبة في الجيل الحالي ده المفروض يتم التعامل معها ازاي لا هو كل واحد اسخد بالك انت بتتعامل هي الموضوع صعب ليه لان انت بتعامل تلاتين مخ بتلاتين فكر مختلف بغير بقى انه في الاعلي والزماك ده تلاتين نجم لا ده تلاتين نجم اهدا موضوع تاني خالص صحيح بس هيا الفكرة في ايه بقى ازاي انت تعرف تخش جوه وادماغ كل واحد وتبص في عني تعرفه دي مش سهلة صحيح دي مش سهلة خالص صحيح شوف اقول لك على حاجة كل الكلام اللي طالع من اللاعبة الزمالك عن جزيج وميز انه بيعرف يعمل اللاعبه نفسيا كويس قوي ودي ميزة فيه شوف انا بقول لك ايه عنه بس عنده ميزة انه بيعرف يتعامل نفسيا مع اللاعب كويس بس انا عايز هيت كوتش عايز حد يعمل لي تغييره يقلب للجين كريم الزمالك خد الدوري سنتين وربعة السنة التانية صعت حسامة عبد مجيد هو الراجل عارف ان حسامة عبد مجيد امكانياته في اربعة صعبة شوية غير له طريقة اللعب وطوعه وحطه وسط الوينش وفتوح عشان يدفوه بلغة الكورة خلت فينسي الزمالك في منتهى القوة طوع عبد الغني اللي محدش عارف يطوعه في ستة في ظهر الناس عشان المكان ده فاضي وخل عب غني من المميزات بتاعة الفرق انه هو بيلعب ستة تخيل عب غني الجمهور الزمالك كان مش عايز اقولك صحيح قدر يطوع طريقة اللعب ويخلي اللعبة تطلع احسن ما عندها بتغيير طريقة اللعب عشان هو عب قريب حاول 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 حاول